سيرت تشكل نقطة تحول في الأزمة الليبية فمع مساعي تركيا للسيطرة عليها عبر دعمها لميليشيات وكتائب الوفاق اعتبرتها مصر خطاً أحمر يمنع تجاوزه أهمية المدينة الساحلية تكمن في موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب في ليبيا فعلى المحورين الشمالي والجنوبي يعتبر الخط الذي يربط سيرت والجفرة التي تبعد حوالي 280 كم تاريخياً بمثابة حدود بين إقليمي طرابلس وبرقة وتقع السيرت على بعد 300 كم من الساحل الأوروبي وفي منتصف الطريق بين العاصمة طرابلس في الغرب وبنغازي المدينة الرئيسية في إقليم برقة الشرقي كان يعيش في المدينة 120 ألف شخص لكن عدداً منهم فروا خلال الثورة عام 2011 أو بعد سيطرة داعش عليها عام 2015 حضيت مدينة السيرت منذ عام 1969 بما كان مميزة مع وصول أحد أبنائها إلى الحكم معمر القذافي وبعد العام 2011 تركت سيرت لمصيرها واستغل تنظيم داعش الفوضى ليجعل منها معقله الرئيسي في ليبيا واعتباراً من يونيو 2015 باتت الراية السوداء ترفرف فوق أبنية حكومية في المدينة حيث قطعت أياد ورؤوس في الساحات ثم دخلت قوات الوفاق المدينة الواقعة على بعد 250 كم نحو الغرب في مايو 2016 لكن مع مطلع العام 2020 استعادت قوات الجيش الليبي مدينة سيرت وما زالت تفرد سيطرتها بالمدينة حتى في ظل التهديدات التركية بالتدخل العسكري لينا حسب الله العربية